المصمم السوري العالمي بدر الدين الدبش قصة كفاح شاب سوريا تجاوز سينية الحرب والحصار للانتقال إلى العمل في أهم الشركات السورية والعالمية وصولا إلى الإبداع اشتغلت مع أشهر شركات تعديل السيارات بالبلد بالمنطقة الصناعية بحوش بلاس وبعدها انتقلت بعملي لشركة فيات جروب الإيطالية بعدها انتقلت لشركة بريليانس أوتو الصينية وساو إيست وشركة فاو عمله في شركتي بريليانس أوتو وفاو الصينية كان نقطة التحول إلى الابتكار بالطلاعه على أحدث تقنيات وآليات العمل خلال عملي بشركة بريليانس أوتو الصينية فتحت آفاق كثير حلوة وكبيرة ما شاء الله يعني عم بيشتغلوا بطاقة عالية بهمم كبيرة الصين بشوفها من الدول الرائدة وعندها الكفاءة العالية والتكنولوجيا والتقنية الكبيرة الدبش نقل الفراغ التصميمية من السيارات إلى العقارات مبدعا بصمة خاصة به ليطبقها على أحدث وأهم الصالات الحديثة في سوريا وخصوصا الدمسكينو مول من بعدها ساويت أكبر وأحلى صالة بونينج في سوريا وصالة تزلج آيس هوكي كان التصميم مستلهم من عالم السيارات وخطوطة بعدها حققت تصميم لأكبر وأحلى صالة ألعاب بسوريا بدمسكينو مول صالة سبيس بلانيت شاركت بمسابقة بيجو بالسنة 2006 بيجو كونكورس كانت تستفيد سوريا اليوم من تبادل تقانات العمل والتكنولوجيا مع الشركات الصينية وهو ما أكده المستشار الاقتصادي لرئاسة الحكومة السورية السورية مهتمة جدا بالتعاون أسر التعاون وعلاقات التبادل الثقافي والتعليمي بين الصين والسوريا خاصة تحديدا الكوادر المطلوب اليوم بقطاعات عديدة في سوريا لإعادة تأهيل البنية التحتية والأقلاع بالاقتصاد السوري الصين تقدم حلول عديدة ومتنوعة لمجمل قطاعات الاقتصاد السوري والمجتمع السوري ككل لتطوير النهوض بعملية الإعادة الأعمار ولتعزيز فرص إعادة الإعمار الحداثية ينظر السوريون اليوم إلى الصين بآمال كبيرة لقناة سي جي تي ان العربية يعرب خير بيك دمشق